أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير جميع الموانئ المصرية ذلك لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وخلال تفقده لمحطة تحية مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية أكد مدبولي أن الدور الرئيس لعملية تطوير الموانئ يهدف لتعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية وسمع رئيس مجلس الوزراء لشرح عن ما حققه مشروع محطة تحية مصر للتغلب عن تكدس البضائع بالميناء ذلك من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات لتقليل زمن مكوث الحاويات وخطوات ربط المحطة بالشبكة القومية لسيكاك حديد مصر